وَبَقِيَّةُ أَهْلِ الْبِدَعِ هُمْ عَلَى تَفَاوُّتٌ فِي رَدِّهِمْ هَذِهِ السُّنَّةِ فَعَامَّةُ الْمُتَكَلِّمِينَ رَدُّ أَحَاديثَ الْآحَادِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً بزعم ودعوى أن الدين لا ينبني إلا على المتواتر وهذه آحات فيها وما فيها ثم في المتواتر في القرآن وفي السنة أولوه بما حرفوه بما سموه تأويلاً لعب وهذا من أعظم الفساد وهو من سبيل المفسدين وفي الأزمان المتأخرة ورث المستشرقون أولئك الأساطين من أهل البدع خوارج وروافض وقدرية معتزلة وجهمية جعدية وباطنية صوفية ورثوهم ودار ميراثهم على القدح في القرآن في جمعه وروايته وحفظه والقدح في السنة في جمعها ثم في فهمها وذلالتها ولهذا لا غرض أن يظهر بين الفينة والأخرى من أذنابهم ومن تلاميذهم وطلابهم من يستفزكم أهل الإيمان ويثير عواطفكم لكن الشأن ليس في هؤلاء لأن الله جل وعلا قال في أصل جامع في كلامه القرآن ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزاء تدفعهم دفعا إلى الباطل وإلى الشر والذي عاقبته ومآله إلى نار جهنم تدفعهم دفعا إلى نار جهنم